السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتعلم مع بعض ازاي نقرأ صورة المنافقون بتجويد بسم الله الرحمن الرحيم إذا هنا الهمزة أكثرها كويس وحرف الزال من الحروف اللسوية اللي بخرك فيه طرف اللسين وبعديه فيه الألف ده ما أنت طبيعي حركتين أقول إذا جاءك هنا المد أربع حركات ده مد واجب منتصل واجيب الهمزة القطع اللي بعدي أبينها كويس أقول جاءك المنافقون هنا بعد النون فيه ألف صغيرة كده ده برضو مد طبيعي حركتين أقول المنافقون واكثر بقى الفق كويس وفيه برضو هنا الواو ده مد طبيعي حركتين المنافقون قالوا برضو المدود الطبيعية في الألف وفي الواو نشهدوا الشين هنا من حروف الهمز نشهدوا إنك أكثر الهمزة كويس والنون المشددة غنى بمقدار حركتين يعني اتكع النون شوي إنك لرسول لرسول الله والله يعلم إنك برضو نون المشددة إنك لرسوله أضم الحروف المضمومة كويس وبعد الهاء المضمومة فيه وو صغيرة كده بعديها ده مد طبيعي برضو حركتين أقول لرسوله والله يشهد إن برضو النون المشددة هنا غنى المنافقين أكثر الفاء والقاف كويس المنافقين لكاذبون بعد الكاف في مد طبيعي حركتين وضم الباء كويس لكاذبون اتخذوه أكثر همزة أكثر همزة الوصل السقطة علشان تالت حرف مفتوح يبقى هي هتبقى مكسورة لو أنا بدأت بها الكلام أقول اتخذوه وهنا مد أربع حركات ده مد جائز منفصل أيمانهم جنة جنة فصد النون المشددة غنى وعندي تنوين ووراها حرف الفاء هيبقى فيها غنة إخفاء أقول جنة فصد هنا كل الحروب بتاعت كلمة فصد كلها مراققة مع عدد صاد مفخمة فخلي بالي عشان ما قولش فصد ف وده لا أقول ف فصد دو عن سبيل الله نون ساكنة وجاي ووراها السين هيبقى فيها غنية إخفاء عن سبيل الله وهنا اللام بتاعت اسم الجلالة هيبقى هتبقى مراققة لإني حرف اللام في كلمة سبيلي مكسورة أقول عن سبيل الله إن هم أكثر الهامزة كويس ونون المشددة غنى بمقدار حركتين والهاء أضمها كويس إن هم ساء ما ده أربع حركات ما ده واجب متصل ما كانوا المدود الطبيعية يعملون ذلك حرف ازاي لهم من حروف اللاسوية ما نسهوش ذلك واكثر اللام كويس بأن هم آمنوا هنا كلمة آمنوا فيها مادة بدل الهامزة جاية الأول وراها مادة طبيعي أقول آمنوا ثم ثو أضم الساق كويس والساق برضو من الحروف اللاسوية اللي بخرج فيها طرف اللسان ثم والميم المشددة برضو غنى بمقدار حركتين زي النون يبقى أنا عندي النون المشددة والميم المشددة في القرآن أغن فيهم بمقدار حركتين ثم كفروا كفا ما أقولش قفا لا كفا كفروا فطبع أكثر البقى كويس فطبع على قلوبهم حرف القف واللام مضمومين بس حرف القف مفخم ولا مرققة أولي قلوب قلوبهم فهم لا يفقهون عندي في همز يفقهون وإذا رأيتهم الهمزة هنا مرققة رأيتهم تعجبك أكثر الجيم كويس تعجبك أج أقلق للجيم أجسامهم أضم الميم والهاء كويس وإن يقولوا دي أقولها كده وإن يقولوا هنا فيه إضغام بغن وإن يقولوا تسمع لقولهم السينة عندي فيها همز وخلي بالي أن العنسة كنا تسمع لقولهم أكثر الحروف كويس كأنهم النون المشادة ده خشب هنا كلها مضمومة خشب مسند تنوين وجاي وراء الميم هيبقى فيها إضغام برضو بغنة خشب مسند لو قفت على التقل مربوطة هقف عليها بالهاء كأنها هاء لو قفت بس عليها أقول مسند يحسبون الحق هنا فيها همز يحسبون وضم البقى كويس كل صيحة عليهم هنا تنوين وجاي وراء حرف العين هيبقى فيها إظهار حلقي أقول صيحة عليهم هم أضم الها ويمين كويس هم هم العدو وبرضو الدال والوام مضمومين العدو فاحذرهم الحق فيها همز وحرف الراء هنا ساكن فاحذرهم والراء هتبقى مفخمة لإن هي ساكنة وما قبلها مفتوح قاتلهم الله قاتلهم بعد القف القف أولى المفخمة وبعديها في مد طبيعي حرقتين قاتلهم الله أن النون المشددة غنى مجدارها حرقتين وبرضو وراها مد طبيعي حرقتين أن يؤفكون أبين الهمزة كويس يؤفكون تبيعي حرقتين اشتركوا في القناة